لكن النهاردة كمان كان الواقع او المشهد اللي مرتبط ببنت صغيرة بست صغيرة كانت واقعة مؤسفة جدا جدا بنت عندها اربع سنين احنا ما بنزيعش فيديوهات جارحة للناس وتكشف عن تفاصيل حياته لكن ليه لانه انا دايما بس برضو دايما بقول انه مشهد اللي احنا هنعرضه هو بس المشهد برضو البطلة امام المجرم المتهم لغاية اللحظة دي في النيابة اللي بيتم التحقيق معاه لانه تم القبض عليه فعلا والاستاذة اللي واجهته اللي خرجت انقذت البنت في اللحظة الحاسمة جدا عايز اقول لحضراتكم انه قدرك بيان من النيابة صحيح وانه بعد ساعته ليلة يعني كان الامن فعلا غصل لمكانه الراجل كان هربان في مكان غير مكان اقامته وكان بيحاول انه بيبقى بعيد تماما عن مكان اقامته لكن تم القبض عليه والنيابة قالت انها بيتم التحقيق معاه احنا عارفين انه يدوب التحقيق خلص من شوية ليه بنعرض صورته؟ بنعرض صورته على حضراتكم دلوقتي لسبب بسيط ومباشر اولا انه تم القبض عليه والنيابة خرجت معلومات بخصوصه مصر كلها شافت الفيديو الشديد تعرف حاجة يعني مثير للغتان حاجة مش حاول اكتر من كده هحاول يعني ما اقولش الكلام اكتر من كده لكن ان شاء الله ودي ميزة السوشيل ميديا في اللحظة دي في الحقيقة ان السوشيل ميديا او التواصل الاجتماعي في اللحظة دي كلام ده موجود على طول وبيحصل بينه كتير لكن السوشيل ميديا بتنور عليه وبتشوفه وفي اللحظة دي القانون بيقدر ياخد مجراء وكان موجود على فكرة في تاريخنا عشان بس ما نظلمش نفسنا ونقعد نقول ان احنا بقنا اسوأ لا ده مرض موجود في العالم وموجود في مصر وموجود في كل مجتمعات من سنين طويلة جدا 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 احنا بقنا نعرف ان هو موجود بس بسبب التقدم والتطور وقدرتنا على التواصل مع بعض ومشاء الله نحاول نقلله على قد ما نقدر ونكفح ونواجه داي